اشتركوا في القناة وكان معالي وزير الخارجية قد وصل إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية يرافقه عدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية ومن وزارات ومؤسسات الدولة للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان دفع الجهود متعددة الأطراف المتصلة بالقضاء على الفقر وتوفير تعليم عالي الجودة والعمل المناخي والإدماج والتي تناقش مختلف القضايا والتطورات التي تهم دول العالم وسيلقي معالي وزير الخارجية كلمة مملكة البحرين أمام الجمعية العامة كما سيشارك في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كما سيلتقي بعدد من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة في إطار حرص مملكة البحرين على تنمية علاقاتها مع دول العالم على المستويات كافة وأكد معالي وزير الخارجية أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تظل مناسبة دولية مهمة تحرص عليها الدول التي تقوم بدورها في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية المستدامة تعزيزا لمكتسبات ومنجزات شعوبها وتحقيقا لأهداف الأمم المتحدة وعبر معالي وزير الخارجية عن أمله في أن تسهم أعمال الدورة الرابعة وسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في التوصل إلى حلول مناسبة ومعالجات دائمة للأزمات والمشكلات التي تواجه المجتمع الدولي وضمان مستقبل أكثر ازدهارا لجميع الدول والشعوب ترجمة نانسي قنقر